طب اتفضلي فضلتك لو كان فيه مثلا شخصه هو كتب سروته لأولاده كلهم وهم صغيرين كلهم وبعد كده كبر وعجز وكده وبعدين الأولاد توفى فالأولاد بيقولوا إنه هو المفروض يبقى تبع المراس يعني إنه هو يتوزع تركته تبع المراس على أساس إحنا مش عارفين نيته تركته فين؟ يعني كده اللي انت بتقوليه ده هو ما نشترك يعني اللي انت بتوصفيه إنه كل ما كان يشتري حاجة يشتريها باسم العيال على طول إما مشتركين وإما كل حاجة موزعها من الأول اشترى مزرعة خلاها باسم حسن وبيت راح مخلين باسم حسن وشوية دهب راح عملهم باسم فاطمة من أولها فين تركته بقى؟ طيب لو كانت نيته إنه هو كان عايز ينقول الحاجات دي باسمه يا أخوانا نيته دي عرفتوها منين؟ ده نيته دي جوه وجوه ده لا يعلمه إلا الله فنيته ده تأليف من عندنا احنا برغباتنا احنا أقول لده كان نيته لده أنا مرة سمعته لا مش عارفه ده كلام غير منضبط وغير ظاهر أنا ليه اللي هو تصرفه تصرف واضح و ما فيهش نزاع طب حضرتك الأب ما علوهش وزر كده يعني ما يبقاش عليه وزر إنه هو يوم الايام هنشوف إن شاء الله ما هو كل واحد كان طمعان في حاجة وبعدين ما خدهاش يقول مش عليه وزر يا أخوانا الله ما يمكن مش عليه وزر ما يمكن عمل الحاجة الصحة ما تسيبوه الربنا ما هو هيحقق معاه ربنا هيحقق معاه لما يشوف إنه فعلا عمل حاجة لكن افرد ما عمل إذا أنتوا بتفردوا إنه هو عمل طب افرد ما نواش وافرد ما عملش طب ما هو هيبقى يعني التصرف سليم ومية في المية كويس وهكذا سيبوا دي لله وبلاش يا أخوانا إن إحنا نطمع في أموال أبأنا وإنها من حقنا ومستنيين لما يموتوا علشان نخدها منهم ده منظر على الحتة دي وده منظر على الحتة دي وده أنا بلاش كده ده مش ملكي